شهر يناير وفبراير بوكسن دي بوكسن مانس يعني الشهور مضغوطة عايز زي ما بيحصل مسلا في الدولة الانجليزي البوكسن دي بيتبقى في فترة الجولة من التمنتاشر الواحد وعشرين كويس بتتكلم في تلات مبارد تتلاقي في ألي من أسبوع وعشر تيام حلو جد في الدولة المصري شهر واحد مضغوط بشكل غير طبيعي شهر اتنين برضو مضغوط بشكل غير طبيعي حلو جد لو جينا بدأنا في الماتشات اللي جاية محمد لو قلنا انت بتتكلم في يوم خمسة واحد مع نادي مصر بعدها يوم حداشر انت مسافر بالاتين يوم بعدها يوم خمستاشر طنطة بعدها تسعتاشر المأولين بعدها يوم أربعة وعشرين النجم أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين النجم بعدها سبعة وعشرين هيبقى إنبي مضبوط بعدها بتتكلم عندك مواجلات سموحة والإنتاج واحد اتنين الهلال السوداني آخر ماتش في الجولة آخر ماتش وفي السودان ومع الطفرة اللي عملها الكابتن حمد صدقي انت بتتكلم في ستة اتنين بيرامدز في عشرة اتنين طلاع الجيش ما فيش نفس انت بتتكلم في سفريات وداخل وخارج وبتتكلم كده في ست مباريات في شهر يناير فيهم سفر بقولك كل أربعة أيام وبعد بيرامدز المصري والزمالك والزمالك تاني وممكن يكون الزمالك تالت وطبعا كل ده يعني بص أنا مرضيتش اتكلم في شهر اتنين ليه شهر يناير هو شهر الحسم شهر الحسم طبعا محليا وافريقيا ما فيش كلام شهر يناير هو شهر الحسم محليا وافريقيا وشهر يناير أكبر صعوبات هتقابل فيلر مع الاهلي انه عنده نقص جديد في الفرقة ومطلوب من خلال النقص ده انه ينهي على أمال المنافسين في المنافسة المحلية كذلك يأمن صعود واستمرار النادي الأهلي في بطولته اللي المفروض الأهلي السنة دي بيلعب عليها بكل يعني الطرق لأن محتاج جدا جدا البطولة دي يعني مجلس الإدارة بيدعم فيها جمهير النادي الأهلي اللعبة نفسها تيجي تكلمها تكلمك في بطولة أفريقية فيلر في أول تصريح لي بعد التعاقد معاه قال عينينا على البطولة شوف أول تصريح لي قالك عينينا على البطولة الأفريقية على طول فبالتالي شهر يناير ده شهر حسب شهر صعب جدا شهر عنده مشاكل كتير جدا فيلر من خلال إصابات وضغط المبارات ولكن في الآخر هو ده الشهر اللي في الحسب شهر اتنين في مبارات أنا بقولك من دلوقتي مش اللعف معادها خالص شهر اتنين معقولة في مباريات هيتغير موعدها من دلوقتي هو أنا بقولك لسه لكن دي خليها عنوان كده مقفول لغات ما نرجع مع بعض تاني في يوم خميس ونتكلم في الحتة دي طيب المبارات اللي بتتكلم عليها قبل ما نخش في تفاصيلها مش هنخش في تفاصيل فيها كتير انت بتكلم في النص التاني من شهر اتنين بالزبط كده مش النص الاول من شهر اتنين يعني يعني بقرب شوية المسألة للمشاهدين على الآن هتبقى فيها من بعد عشر اتنين من بعد عشر اتنين المشات لسه ماعتقدش انها هتبقى في موعد معنى كلامك ان ممكن ما فيش مباراة للسوبر في اخر اتنين زي ما بيقال ما هو دي لسه متأكدتش لسه متأكدتش اه مش رسم بس رئيس لجنة المسابقات او بالمسمة الجديد مدير ادارة المسابقات قال ان الموعد المقترح لمباراة السوبر النصف التاني من شهر فبراير الموعد الايه المقترح بس لكن برضو خلينا اقولك مش هنسبقى لاحداث يعني انا بنتكلم خلص انا بقولك شهر الحسب خلص شهر الحسب حقق فيه اللي انت عايزه رغم الصعوبات والضغطات اللي موجودة تبدأ بعد كده تتكلم في شهر اتنين بس فعلا شهر يناير ده عايز تركيز كبير جدا محليا توسع الفارق تشتغل بالشكل المميز تكمل التفوق الفن الواضح جدا جدا تكمل نجاحك على العقبات اللي بتقابلك اما افريقيا الموضوع من وجهة نظري افريقيا صعبة و الناس بتتكلم السناد ان افريقيا افريقيا سهلة لما الاهل دايما بيكون جاهز الاهل اللعبته كلها تحت ايديه مفيش ضغط المباريات انما انت عندك ضغط المباريات وعندك فقدان للعيبة بتاعتك وعندك المجموعة الهلال الهلال الترابيزة كلها وماشي بشكل كويس هيجيلك انت طالع طبعا مباراة بلاتينيوم انت عايز طبعا تكسب في نفس الوقت انت كنت موجد لما قابلته هنا بلاتينيوم هيطمع فيك لان انت برضو لو احرصت عدد اهداف اكبر من كده كانت تبقى مرعب بالنسبة له وانت مازلت مرعب لكن برضو هيحاول معاك هيجهدك اكتر يعني بلاتينيوم هيجهدك اكتر ويجهدك في ملعبه ويحاول انه ما عندوش بص الفرق اللي مش باكي على الحاجة دي ما تقملهاش اشتركوا في القناة